المهم انا النهاردة هكلمكم على حاجتين دايما بيجوا للبني ادم بشكل مفاجئ او من غير معاد سابق وهم القدر والضيوف القدر طبعا كلنا عارفين ومؤمنين بيه الحمد لله انما الضيوف الموضوع ده معقدني من وانا صغير شكا دايما نجينا ضيف البيت ويقول لي خد يا حبيبي خد الفلوس دي هاتلك بيها حلاوة اخب منه الفلوس الضيف ينزل من هنا وتيج ام من هنا وعلى وشي كش ياد مش قلتلك ما تاخدش فلوس من الضيوف ياد هاتعشت لعمرك كده فارسني وتعبني ياد الراجل يقول علينا ايه دلوقتي حرمينك من الحلاوة ياما في ايه ما يعديش اسبوعين يجي خالي البيت يقول لي خد يا حبيبي الفلوس دي خد خد هاتلك بيها حلاوة لسه ياخد منه الفلوس افتكر كش اقول له لا 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 مش عايز حاجة يقول لي يا اتخد من خالك وانا مصمم لا لا مش عايز فاجأ يقول لي امو العيال تعالي شوف ابنك مش عايز ياخد من خاله فلوس امي تيجي وعلى وشي كش ياد ما بتاخدش فلوس من خالك ليه ياد هاتعشت لعمرك فارسني كده وتعبني خالك يقول علينا ايه دلوقتي احنا محرجين عليك ما تاخدش منه ما بيتش فاهمه اخد فلوس من الضيوف ولا ما اخدش كل اللي انا فاهمه حاجة واحدة بس ان انا كل ما يجي ضيف بتضرب بالقلم عادت بقى من وانا صغير معقد من الضيوف وبعمل افكر فيهم لحد ما اكتشفت ان الضيوف دولت انواع اه يعني مثلا تلاقي الضيف الفضولي ده اللي بيجي لك البيت يخبط تفتح له يقولك بابا موجود لا والله يا عمو بابا خرج اه خرج راح فين والله يا عمو مش عارفين اه مش عارف ولا مش عايز تقول يا عمو لو عارف فاقول له حضرتك زمه ودين مش عارف يا عمو فيقول لي طب انا اخش استناه جوه اقول له تفضل يا عمو يخش جوه طبيعي ممكن يحصل صوت يعني مثلا امامتي بتزعم اختي الصغيرة بتاعه فيجي ولي اقل لا ايه الصوت اللي جوه ده اقول له لها مفيش حاجة يا عمو بتاعي يقول لي طب بابا هيتأخر اقول له لا زمنه جاي طب مع العلم يجي نشوف ايه الصوت اللي جوه ده اقول له يا عمو مش هينفع بتاعي اقول لي خلاص خلاص انت شكلك كسلان هخش انا شوف ايه الصوت اللي جوه واجه اقول لي الله انت جاي ترخم عليا وخلاص سيبك من ده في نوع تاني تضيف الحسود لو اول ما تفتح له الباب يبص على كل تفصيلة في البيت الله 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 نجدتم الانتريه ده أول ما ينزل من هنا ماسك ياهربية التلفزيون في التكيف هو اللحو وينزلوا في الانتريه يمسيكوا فيه آه والله ما انت بعد لها يحصل إيه وتلاقي بقى أهل البيت كلهم عملين يجري أقولوا الله 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 ما أخرى بيتنا سيبك من ده كمان عندك الضيف اله بيستعبط ودا الضيف بتاع رمضان اللي يخش عليك وقت الفضار يقولك إيه ده قاعدين بتاكلوا معقولة ده انا حامتي بتحبني. يا سلام ما انت جاي في رمضان وقت المغرب انكون بنعمل ايه? بنلعب بالستيشن. يعني بالعالم ما تعملش ويا ريتو بيديك سواب ان انت تفطر صايم. لا. بيشرب اي ماية من كل دير بعد كده يطلع لك. يعني هو عايز يرخم عليك وخلاص. وفيه بقى الضيف المخرب. ده اللي عنده حمادة الصغير. يا على حمادة ولا سماجة حمادة. او ما تخش البيت ازاكة طانت عاملة ايه? ازاكة حمادة. تخش قطك جوة تلاقي ورق شغلك كله متقطع. والكمبيوتر ممسوح حاجات من عليه. تطلع برا يا ماما هو بس مين دخل قطي عشان فيه حاجات. تلاح حمادة ويقول لك انا يا عمو. انا اللي عمو. انت لسه هتضرب وتلاقي امو وتقول لك ما عليش ما تزعلش من حمادة. ده خوك الصغير هو مش عارفة بيجي هنا ويبقى شيطان. ده في البيت بلسم. او والله. انا تجي انت تجي مسكل واد من كتف كتف. لا ولا همك يا طانت حمادة. حمادة ده حبيبي ده انا هنفوخك. لا يا طانت ولا. طب ارأيك ان انا اخد حمادة ونخش نلعب ده على الكمبيوتر. تعال انا اطلع عن امك بعد اذنك يا طانتي. ما حمادة عايز ياخد علقة. كل دي الضيوف دولة تقوم. وفي نوع بقى ده قوم تاني. النوع ده حصل معايا موقف شخصي معاه. وده اللي هو الضيف الزريف. اللزيز. ده نبقى بعدين في البيت في يوم مثلا بابا كان مخرجنا كلنا. وده بيحصل نادرة ان احنا نخرج اسرة مع بعض. فجأة جرس الباب رن. عرفت ان ده اضيف ومن نوع اللزيز الزريف. لو تروح تبص من العين السحرية تلاحة تسابع ولك انا مين. انا على طول بكتم وبقول له سواني وهجب لك الزبالة. فيقول لي. فيقول لي لا لا انا صاحب بابا افتح يا حبيبي. اول ما افتح الباب. يقول لي خد اللي اربعة كيلو مانجا دولة تشيلهم في التلاجة. اصل المانجا اللي كيلو بتاعها بعشرين جنيه دي لو قعدت برة التلاجة ببوز. والله ده انا جايب حاجة بسيطة. اقول له خلاص يا عمو دجران تحت هيطلع قلوه عايزين منجا من اللي جابها. واول ما يخش بقى بيخش طبعا كالعادة بجزمته اللي كلها طينا. يبهدلك السجادة. ودايما بيفتكر عند الانترية. اقول ما يوصل الانترية يقول لك اوه انا اسف نسد خلطي بالجزمة. بس والله التينة دي مش مني. فانا اقول له لا لا ولا يهمك يا عمو. التينة دي انا اللي عاملة. اصلان ازارح حلبة هنا ع السجادة. بس ده برضو ارحم الضيف التاني اللي بيجي لك ويخلع الجزمة برة. واقول ما يوصل الانترية افتكر مش عافلين كلهم بيفتكروا عند الانترية. يقول لك اوه اسف اصلان لابس جزمة من الصبح فممكن الشراب بيكون عامل ريحة خفيفة ولا حاجة وانت اصلا وقف دايخ من ريحة بتقوله لا لا ولا اهمك يا عمم فيش اي ريحة اماما افتح الشبابيك المهم الضيف ده بابا خرج وسلم عليه ام لقى بابا لابس قال له انت لابس وخارج والواد لابس انتوا كنتوا خارجين ولا ايه بابا بقول له اه والله كنتوا اخد الاولاد وانا واخرجهم كده قال اه يبقى مكتوب لاخرج معاكم ايه البرود ده دخلت انا جوا عملت حوار وجيت قلت له بابا عميته اتصلت بتقولك ياريتني اجل الخروج يوم ولا يومين قال لي اه يبقى مكتوب لا عود معاكم قلت له عمو حضرتها اكتش بحاجة سخنة ولا حاجة بردة قال لي يا حبيبي مش هتفرق اي حاجة قلت له قولي يا عمو الاتنين موجود والله السخن موجود والبارد موجود قال لي والله ما هتفرق اللي هتجيبه حلو قلت له خلاص اعمل لك شاي مع بابا قال لي يا ابني في حد يش بحاجة سخنة في الولعة دي خش اعمل لي اي حاجة ساعة وياريت لو كوكتيل وتزود الفراولة دخلت عملت له كوكتيل وخرجت اول ما اول ما خرجت برا لقيته ماسك سجارة بقول لي بابا هو مفيش طفايا ولا ايه بابا قال له اسفين اصلا محدش بيدخن هنا فما فيش طفايات غير ان التكيف بس بيكتم معا قال له لا 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 عندك حق يا حاج انا اسف معروف ان التكيف مع التدخين بيكتم وبتاع يا حمدي ام ايفل التكيف وفتح لنا الشباك وهاتلي اي طبقة طفي فيه ما يبعتني بعد كده جيب له طلبات من تحت هو ليه جاي يتعامل ان هو صاحب بيت ويجي يقعد يرخم علينا وخلاص المهم ما قاعد وعد يرغي 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 لحد ما جيه وقت الاكل ماما جايزت السفرة جوة بابا خرج له قال له اه تفضل السفرة جازة قال له والله لو فيها مكان ما احتاج عزومة قال له لا السفرة فيها مكن كتير قال له لا انا بتكلم على بطني والله ده بابة بلماجي انا هتعزم دبيت اخويا بابا قال له خلاص برحتك انا هخوش انا جو لسه بابا بخوش cicده بس انت شكلك زعلان وبابا من زعلان قال له لا قاعد قال له لا لانا هاجي أكل عشان انت شكلك زعلان اما تيجي تأكل من الاول ولاتوا بعد الاكل ماسا بيسلمك اللطباقment زي ما بيقولوا اللي هي مخسولة لا ده بيسلملك زي ما جيبتها من المصنع اللي هي الطبق بيبرؤ المهم جي وقعد عالصفرة اول ما عدنا هو قعد وبابا جنبه وانا قعد هنا انا عجبتني زتونة نشنت عليها خدتها اول ما حطيتها ببقي لقيته بقول لي قال لانت بطلت سجاير من امتى يا حمدي هب الزتونة وفت هنا ابوها قال له سجاير ايه الوقت ما بيشربش قال له يا عم ده بيشرب من ايام السنوي ابوها بصيلي كده وقال لي يا صايع يا فاشل يا بتاع السجاير وداني على قفاية هب الزتونة رجعت الطبق تاني طب هو بيعمل كده ليه يعني معقولة يكون عايز الزتونة طب كان قال لي اجيب له كيلو الزتون بس مايرخمش علي المهم يقعد يرغي 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 فاجأة لا ان الدنيا ليلة هو قعد عندنا من بدري فانا عايزة ترده فقلت عمل حركة سائعة شوية فبسيتلي السعر اللي على حياتك قلت يا معقولة السعر بقى الفجر يا ده حضرتك قعد معنا من الظهر والله الوقت عد يعني كأنه ربنا يعلم اما هو قام قال لي لا لا طب انا اقوم فبابا قال له هتقوم هتلاقيهم وصلات دلوقتي على العموم نورتنا قال له لا انا هقوم اخش الحمام انا بايت هنا النهاردة انت عايز ايه مننا مش عارف المهم دخل اول ما دخلنا من بد جوه دخلنا على السرير طبعا بتعزم انت عزومة المركبية لو يا عمو حضرتك هتنام على السرير وانا هنم على الكنبة يقول لي لا 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 انا هنم على الكنبة اقول لي عمو انا برتاح على الكنبة يقول لي اقسم بالله لما نمت على الكنبة لا روح دلوقتي انا سمعت اكسن بالله روح دلاتي قلت له طب وعهد الله لانا مع الكنبة هي بقى ما انت لانا لانت قال لي خلاص طبعا ما حلفت قلت له طب ما انت حلفت قال لي اخي كفرات كتيرة ربك يكرم قلت له ماشي يا عم المهم ما قعد معايا طبعا قبل ما بينام لازم يرغي ويستزرف شوية يا يقول لي الاهم جريت بسرعة يا دي يا حمدي عارف وانت صغير يا ما شلتك والله يا ما شلتك وكنت بتعملها علي وانا اصلا من ساعة موقف الزتونة مخلوم منه ونفس عملها عليه دلوقتي وانا كبير اه والله مهم يقعد يرغي يرغي مع نفسه لحد ما يروح في النوم اول ما يروح في النوم اكتشفت ان الراجل ده الحاصل على جائزة نوبل للشخير مش عشان كتر شخيره لا عشان قوة شخيره ده شرخ ازاز القوضة وهو بيشخ واقول مساحي الصبح وقلت له يا ربي يا عم انا طبعا ما نمتش قلت له يا ربي عم وحضرتك تكون نمت ومبسط قال لي والله انا قاسف اصلا عندي مشكلة وانا عرفها فقولت له خير يا عم قال لي ما بعرفش انام برا سريري اه والله قلت له لأ يا عم انت بتجذب قال لي ايه قلت له انت بتجذب انت مش عايز تقول انني انت معرفتش تنام منصودش خير انا قال لي اه والله قلت لقيه هو مبسوط قال لي مبسرحة السنة ما كنتش عايزة حرجك يعني قلت له لا يا عم لأ اصيل والله اصيل المهم بيسلم عليا وبيقول انا ماشي وصلتو للحد الباب ولسه هيخرج من الباب قال لي اوه نسيت المنجا والنبي ناويني المنجا اللي جيبتها مبارح ايه ده يعني ولا خدنا منه ابيض ولا سويد عمال يسرف في البيت وخلاص المهم ما انا مش ضد الضيوف انا ضد ان الضيف يجي يرخم او يجي من غير معاد وفي الاخر اختم بجملة دايما اسمحها في البرامج وانا ما بحبهاش بس هي مناسبة للحدث ده اللي هي يارب اكون كنت ضيف خفيف عليكم شكرا